تابعين حلقتنا مع سانطي وبستقبل دكتور كارول سابق اختصاصية غضة غضة صماء وسكري عند الأطفال أهلا وسهلا فيك دكتور يا هلا هم نحكي اليوم عن موضوع مهم هو البلوغ المبكر أي مطر نعتبر أنه البلوغ مبكر في أعمار ستاندرد أو تقريبية عامة لكل الصبيين والبنات هلا الطابق البلوغ المبكر صار كتير موضوع عم ينحكي فيه خاصة من بعد أزمة الكورونا وقعدة العالم بالبيت فجأة أكتريت العالم طلعت من البيت وشايفت أنه جسم ولادة إيه ما عم بيشبه بالماتوراشون جسم رفعتون البيبارتي بريكوس هي بتكون عند البنات وقت الصدر بيكوز أفان عج دويتان أو تكون أول دورة شهرية على عشر سنين وعند الصبيين وقت اللي بيكون فيه تغيرات بتبلش بشانجمات طبعا الأعداء التنسولية أبار تيغضوا دافا سو بتفرق كتير عند البنات وعند الصبيين ومن كم سنة لورا كده نعتبر الكوتوف أعلى من هلا بس مع كتير تغيرات بالأكل وبالإنفيرومنتل فاكتورز اللي عم تتغير صارت الكوتوف عم تتغير لأعمار أوطان يعني نحن رحين بهذا الاتجاه أكتر الأسباب الأساسية نظام غزائي هو الأكتر شيء بدانة الأطفال خاصة عند البنات هو برايمير ريسك فاكتور بيكون لهذا الموضوع ومع الكوفيد قاعدوا الأكترية البناتات الصغار بالبيت 2 years عائلة الحركة والأكل الأوفر ومعما تحرك صار في عنا أكيزيسيون للأوبيزيتي بطريقة رماركابل أكتر فبالتالي صار الموضوع البريفيلين صارت أعلى بكتير لنسبة لقابل طيب شو تأثيره عمليا عمليا هلا البلوغ المبكر هو كذا شيء أول شيء بيهمنا نشوف شو السبب إذا الخبرية هي بس قصة وازن زايد ولا فيه فاكتور وراثي إذا حدا من الأهل من ميلة الأم ولا البي إجت إجت البلوغ بعمر كتير صغير هاي أول شغلة ثاني شغلة إذا فيه تلخبط أرمونات أو مرض أرمونات سبب لهذا الشيء لأنه في كذا غدة مسؤولة عن بداية البلوغ بأعمار كتير صغيرة سنحن من الأساسمت اللي بنعمله بالكلينيكس ونلغي سبب باتولوجيك أو مرضي للبلوغ أفرسيز يكون شيء من الأكل من التغزيل فاكتورز اللي نحن عيشي فيه طيب عمليا كيف تتعاطق الطباء مع هيدا الموضوع؟ أوكي سو عمليا أول شيء عفونا على السن بس سؤال لقصة التأثير دونك في عنا اللي فيه أول شيء نأكد أنه مرض ولا لا إذا مرض العلاج بيكون شيء بيأثر على الصحة مش بس على قصة أنه تغير بالشكل والكونسيقانس التانية الشيء اللي كتير أساسي بالبيبارتال بريكوس هي النضوج الزهني يعني الكوغنيسيون طبعها البنوط اللي ما بتشوف حالها بنت عامرة 8 سنين بتشوف حالها أكتر كبنوط عامرة 11 أو 12 سنة فرح يكون فيه كسوشل شوية يعني فيه فرق كبير صار بين الجسم والعقل والعقل مية بالمية ما فيه كووردينيشن بين اتنين يعني عنا بنوط بدل ما يكونوا اهتماماتها كيف كانوا بالتلوين بالبوبة بأسس معيني صارت أكتر بتحب تهتم بحالة تضب الضفيرة تلبس تيب أمه صار بهمة لفت الأنظار من الصبيان اللي بيصفة صارت بغير مانتاليتي مع البنات اللي بيعمل يعني سيب أتهم بسنتين سيب أتهم بوقت أكتر سوص عنا ماتوراشون كوغنيتف سو هيدا الشي اللي كتير بنات بأهل بيقولوا صارت عصبية صارت التبكي كل عمرة رايقة دونك في عنا إفة بسي شيك ماجر بيتغير مش بس بالشكل يعني غير أنه الأهل بيطلعوا بيشوف بنوط عمرة 8 تن بيطلعوا بحدها أكتر شكلة طولة حتى دونك البيبارتي بريكوس هي الشكل هي طول يعني هؤل بنات بدل ما يعملوا شبعة على 11-12 عم بيعملوها عن الويت نافان وتصبح البنات عندك بار كتير بسرعة والشباب زيت الشي هلا البلوغ المبكر عند الشباب بأكترية الحالات بتكون لا سمح الله شي بيخوف أكتر بيكون أنوية من الأمراض بالإيبوفيز أوراب تيمورال عند الصبيان سو نحن منتعامل بكتير رلاكسيشن التربية وأورام سو منتعامل أكتر بالبلوغ المبكر عند البنات كشي هنحكي إيزي جوينج أكتر وقت اللي بيجي عنا صبي مع الساينز أو منكون عم نفكر 99% بمرض أكتر ما أنه هو شيء أكل أو وزن أو شيء بيراتي سو ده أبروتش كتير بتفترق من بنت أو صبي خليني أحكي عن أنتو كيف تتفاعلوا لكان معه بعد ما حكينا مع الشخص شو بيحس وشو المظاهر مع البنات بالأول يس عفوا شو أصدق بسؤال سوري أصدق أنه أنتو هل في تدخل من قبالكم هل في أدوية بتنعطى وشو الهدف منه عند البنات 100% وقت اللي بتكون سببها حنقول مثل ما حكينا عن الوزن ومشاكل مش ما قلع عليها بالغداد في علاجات تنعطى كرميل نوقف البلوغ اللي هي منرجع من نيم الأورمونات من خلال علاجات تنعطى بطريقة مصويل كرميل البنات ترجع تطول بطريقة عريط مقاوطة كرميل كل شي زواهر فيزيك عم بتبين بيرجع على الصدر اللي باله شكبر بيرجع بيرجع على وراء الشعر اللي موجود إيان بيقدر يخف وحتى الفي ماجر هو كل شي ونحنا على الدواء ما بتجي الراجل يعني عم نحكي بانوت بدل ما تكون ريجلي أنافان منكون بعدنا عمر الراجل لديس أونس دوزن حتى منكون كأننا عملنا كل شيء أمبوز لعمر نحنا لحديث ما توقيف الدواء سو أكيد في انتربانشلز نقدر نحنا نعملها كرميل معلها الأدوية أي تأثير سلبي؟ إلى تأثيرات مع عكس من العالم بتفكر التراتمام منه أورمونال هو بالعكس إننا نحن 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 نخفف من النبار من الدواء بالدام بالطبع إذا كان عم نعطي الدواء في أيام كتير أهل ينبسطوا بالخبرية أنه خائب عدنا عن وجع الرأس سنتين ثلاثة بيحبوا يمضوها ما فينا نمد الدواء لأنه بيعمل أكيد على نمو العدم نحنا في من خلال الفلو أب للأشخاص اللي عم تتعالج نقدر نحنا نكون عم نواقف الدواء بعمر حسب الفحوصات اللي نحن نطلبها بالكلينكس للصبيين للصبيين إنه موضوع من البنات العلاج يقدر يكون زيته بس إذا يكون لا سمحة لمشكلة من ورم تكون الخبرية دفرت هل موضوع البلوغ المبكر فيه يكون وراثة نعم نحن نكون عمين كل الفحوصات ومسلا وما لقينا سبب يعني بنت ضعيفة بنت من ناصحة ناخد هسري نقول خالتها أجتها على تسعة سين ونص عمتها أجتها أول راقل عديزة سوهو كلهم بيكونوا في هاي رسك يكون جناتك ونحن بالمدل إيس عنا موتيشن موجودة بالشعب الميديتراني نكون حملين هاي الجناتك موتيشن اللي بتسبب أكتر نكون هاي رسك نعمل بطريقة نورمال ما تكون طريقة نورمال للبلوغ المبكر طالما التقنوا بمعظم الأحيان في يكون وراثة هل ممكن الوقاية منه؟ الوقاية منه هي نتنبأ العوارد يعني أول شيء إذا فيجولي أو النظريا هاي دي الأمة عم بتشوف في شيء أو بنت عم تشكي من وجع بصدرك أكترية الأهل بيروحوا بيعملوا أكسرز بيفكروا في وجع من قلب الصدر بتكون بداية تقسوا أي باين أي وجع خارجي تاني شيء إذا في ريحة عرق تريم البلج الخبرية بيتعرق لأنه عادة الولاد صغير بيقدروا يرقوا بس بدون روايح إذا سواتي سمال بتكون أشاير للبلوغ المبكر وأكيد إذا البنوت الأهل بيلاعزوا وجود الشعر أو إفرازات أيام بتكون موجودة على الكيلوت هو كلهم أشاير للبلوغ كمانا الشغل اللي بنقدر نلاحظه عند البنات هي التعصيب الزيت وبنت عم تطول كتير بسرعة يعني مقاس إجر عم يتغير بدل ما يتغير مالتين بالسنة عم يتغير كل شهرين ثلاثة بانطالون لبسطوا من شهرين فجأة أصر عليها كل شيء انديكيتر اف رابد جروث كمانا لازم نفكر بالبلوغ المبكر ساعتها بما أنه فيها المظاهر يعني الأهل كتير مهم أنه يرقبوا بكل أحوال إزاويراتي أو مشويراتي بدون يرقبوا هالمرحلة الأساسية لأنه هون التدخل الطبي مهم كتير ميبين في شي بعض تحب تضيفيه دكتور بختمي هي أنه الأهم شيء كتير الأهل بيخافوا من البلوغ المبكر للطول أنا عطولة ينفسيز للبلوغ المبكر مش بس كتوقيف للدورة أو للطول لأنه السبايا اللي بتعمل بلوغ مبكر بعمر صغير عمر كبير إذا كانوا هالسبايا مش متعالجين أو عندهم فاميلي هسري أو براس كانسر دي ماي بي أتهاي الرسك أن يكونوا لا سمح الله عمر كبير يعملوا براس كانسر دونك البلوغ المبكر مش بس هي نجد بعمر صغير وبلغت بعمر صغير هي كونسيقانس على مدى البعيد كمان شكرا كتير لحضورك وعلى كل المعلومات القيمة اللي أعدمتين لنا دكتور كارول سابا اختصاصية غضا تصمى وسكري عند الأطفال أهلا وسهلا نحن رح نتابع حلقتنا خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة